طاقة أمل وثقة بالنفس وتحدي وصمود هو السلاح لدفع جعفر الصادق رئيس الوحدة المحلية لقرية فيشا الكبرى بمحظة المنوفية من استكمال مشواره والوصول لحلمه رغم ظروفه الصحية فضرب مثل ونموذج يحتذا به في التفاين في العمل وخدمة قريته كاميرا صباحك مصري رصدت مشوار كفاح جعفر صادق أول رئيس وحدة محلية من ذوي الأعاقة وده من خلال التقرير اللي جاي لم تمنعه إعاقته من الوصول إلى تقلد أعلى المناصب لأن الإعاقة الحقيقية في الفكر وليست في الجسد فعلى كرسي متحرك ينطلق رئيس أكبر وحدة محلية بمركز منوف في محافظة المنوفية إنه الملهم جعفر عبد الصادق ابن قرية كفرفيشا الكبرى ما كانتش فيه حسبان إن أنا أتصعد من رئيس قسم الإرادات لسكرتير واحدة أو بعد كده إن أنا أتصعد لرئيس وحدة لكن الباشماندس طارق الوراء رئيس مركز منوف كان له نظرة مستقبلية بالنسبة لي لفت نظرة فالباشماندس طارق والأستاذ محمد شعبان نائب رئيس مركز منوف في أول حركة تصعيد تم تصعيدي لسكرتير واحدة صعات سكرتير واحدة لوحدة فيشا في 2017 بعد كده تم تصعيدي لرئيس واحدة في صغره خضع لعلاج خاطئ أدى إلى إصابته بإعاقة جسدية ليكمل حياته على كرسي متحرك متحديا كل الظروف اكتشف اللي جواك وسعى وراه واكتهد لتحقيقه عرفت نفسك هتعرف إن انت عايزت يوصل إليه منتش على مجتمع أصبحت فيه الحريات وأصبحت فيه المساواة ما بين زو الإحتياجات والأصحاء اللي فرق بينه وبينك العقل طول ما انت عقلك سليم وطول ما انت قادر إن انت تثبت وجودك هتنجح نموذج جعفر يعد دلينا واقعيا على تغيير رؤية الدولة لمتحد الإعاقة ورسالة للعالم أن أصحاب الهمم جزء من الموارد البشرية للدولة وليسوا عبءا عليها